افتتح الأمين العام لجامعة الدولة العربية أحمد أبو الغيط أعمال اليوم العربي للاستدامة في نسخاته الأولى تحت شعار رواد الاستدامة في المنطقة العربية وذلك بحضور عدد كبير من الشخصيات والمنظمات الدولية وقال الأمين العام لجامعة الدولة العربية إن اليوم سيكون انطلاقة كبرى لسلسلة من الأنشطة والفعليات ذات الصلة خلال العام الحالي وصولا إلى ختام كبير للأنشطة في شهر أكتوبر وخلال الاجتماع تم تكريم عدد من أبرز الشخصيات العربية العاملة في مجالات التنمية المستدامة في المنطقة العربية وذلك بحضور ومشاركة عدد من ممثل الحكومات العربية ورؤساء الهيئات الرسمية والخاصة وممثل منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والإعلام إن التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية تشكل اليوم الإطار الحاكم لإعداد سياسات تهدف إلى ازدهار المجتمعات مع الحفاظ في نفس الوقت على كوكب الأرض والحيلولة دون تدهور البيئة ونقل الثروات إلى الأجيال القادمة ومن هذا المنظور تعمل جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة ومجالسها الفنية على تحقيق التنمية العربية بمفهومها الشامل الأكاديمية كمنظمة عربية متخصصة في التعليم والتدريب والبحث الشراط لها دور هام جدا ونجحت الحمد لله وإعترف المجتمع الدولي كله من خلال التايمز وهاي اليدوكيشن يحط الأكاديمية في مكانتها المتميزة أفضل جامعة في جود التعليم في مصر في عام 2022 نشكر جامعة الدول العربية على التكريم والاعتراف بدور المؤسسات وخاصة المؤسسات المصرفية في المشاركة في مشاريع الاستدامة احنا بنشارك في مبادرة شجرها اللي بتزرع الأشجار المسمرة في المدارس الحكومية نفخرين جدا أن احنا موجودين النهاردة ومبسوطين قوي بالتكريم ده مع زميالنا من الشركات الأخرى وده ندل على شيء دل أن مصر عندها ريادة في الاستدامة أنا سعيد جدا بهذا التكريم ومفخور فيه خاصة من الجامعة العربية احنا كمنظمة دولية موقحة في قطر ويعني نخدم المجتمع المدني وقطاع أهم قطاع اللي هو الرياضة والشباب فهذا حافز لنا ومسؤولية كذلك أن احنا نخدم الوطن العربي وشباب الوطن العربي ورياضة العربية